مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز زي ما عودناكم كل يوم أربع هنجيب لكم آخر الأخبار وكل الحاجات اللي شغلت عقولكم وعرفتوها من خلال السوشيال ميديا ودلوتي هنبدأ فقراتنا بفقرة ترانز آف دا ويك كاس العالم ألن ماسك يغرد منفردا مهرجان القاهرة السينمائي ويلا بينا نعرف كل التفاصيل من يوم الحد اللي فات والمدة الشهر كامل العالم كله هيكون بيتكلم كورة بس وده طبعا بسبب انطلاق بطولة كاس العالم لكورة القدم والمقامة في قطر واللي بيعتبر طبعا الحدث الأهم في اللعبة والناس بتاعتستنى كل أربع سنين حاجات كتير قوي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة ليها علاقة طبعا بكاس العالم وكان في مقدمتها بعض فقرات حفل الافتتاح واللي كان أهمها الفقرة اللي قدمها النجم العالمي مورجن فيمن مع الشاب القطري غانم المفتاح وهي الفقرة اللي عادوا يتناقشوا فيها عن مفاهيم السلام وتقبل الآخر وضرورة التخلص من ازدواجات المعايير كمان كانت الفقرة اللي قدمتها فرقة بي تي اس الكورية الشهيرة واللي كانت بتركز على ضرورة ترصيخ مفاهيم السلام بين الشعوب من الحاجات اللي اتصدرت الترند بشكل كبير جدا النجمة الليبنانية ميريام فارس واللي قدمت الأغنية الرسمية للبطولة بمشاركة الفنانين نيكي مناجو ومالومة وأغنية طبعا اسمها توكا تاكا تصدرت الترند برضو خلال الأيام اللي فات الناس على السوشال ميديا شافوا أن ميريام فارس بتحاول بشكل كبير تقليد شكيرة فيه أغنية افتتاح كاس العالم 2010 واللي اتعمل فيه جنوب أفريقيا وكان اسمها واكا واكا ده من خلال طريقة الرأس وكمان اللبس الجمهور على السوشال ميديا شاف أن الأغنية لا تعكس الهوية العربية لدولة قطر بعكس أغنية شكيرة واللي عكست بشكل واضح الهوية الأفريقية لدولة جنوب أفريقيا ولسه مكاملين كلام عن كاس العالم وشايفين الصورة اللي ظهر معانا على الشاشة دي دلوقتي حالا دي الكورة الرسمية لكاس العالم 2020 المهم هنا واللي شغل الناس على السوشال ميديا مش الكورة نفسها ولكن ان الكورة دي صناعة مصرية بنسبة 100% وبالمناسبة دي أول مرة دولة عربية أو أفريقيا تقوم بتصنيع الكورة الرسمية لكاس العالم وده طبعا لان الشركة الألمانية المسؤولة عن تصنيع الكورة كانت دايما بصنعها في ماليزيا واللي بتعتبر تقريبا محتكرة الصناعة دي في العالم كله لكن قيام مصر بالتصنيع خلى كثير من رواد السوشال ميديا تدولي الصورة وهما كلهم شعور بالفخر والسعادة أي حد مهتم انه يتابع الترند بشكل يومي بيكون عنده مصدرين أساسيين تقريبا هما جوجل ترند وتاني حاجة هي التويتر والهاشتاج ومدى تصدره وطبعا كل وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشال ميديا عامة تخيلوا بها ان الترند خلال الفترة الأخيرة متعلق بواحد من صناعة الترند وهو التويتر نفسه تويتر مصدر الترند خلال الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات الغريبة والتصرفات الأغرب اللي بيعملها رجل أعمال ديكي ألون ماسك وبصفته المالك الجديد للشركة وده بعد ما اشترى تويتر بحوالي 44 مليار دولار ألون ماسك أول ما مسك الشركة قرر إقالة كل المديرين التنفيذيين للشركة وقرر إنه يدير الشركة بنفسه وبعدين ما اكتفاش بكده ده عمل خطة كمان لتصفية 50% من العمالة في الشركة الموضوع يقف لحد هنا؟ لا طبعاً طيب ده كمان راح ألون ماسك من كم يوم وقرر إنه يغلق مكاتب الشركة لمدة يومين وقال للموظفين ما حدش يجي وطبعاً ما كانش فيه سبب معلن لكن كثير من التقارير اللي خرجت قالت إنه كل ده حصل بسبب خوف ألون ماسك من الشغب والتخريب الداخلي بسبب سياسة إدارته للشبكة واللي طبعاً بيرفضها العاملين واللي كان أخيرها قراره بقعادة أكاونت الرئيس الأمريكي السابق دونالد تراب بعد ما كانت الشركة أغلقته بعد تركه للرئاسة